أرجع نالكم تاني ولسه متقللين معاكم في وصف أهلاك حال فقرة دي هي الفقرة اللي ناس كتير جدا جدا بيستنوها لأننا دايما بنتكلم فيها عن مرض السمنة النهاردة بقى مش هنتكلم على مرض السمنة النهاردة هنستضيف دكتور من الدكاترة المشهورين جدا اللي قدروا أنه هم يخصصوا ناس كتير وحالات كتير جدا بأوزان كبيرة قوي قوي لدرجة حتى أن الناس تقول إيه ده هو معقولة يكونوا خصوا كل الأوزان دي أو خسروا كل الوزن ده من غير ما يعملوا أي عملية تجميل أو عملية تانية خسارة الوزن زي التجميل أو تحويل رحبوا معايا بضيف فقرتي النهاردة هو دكتور وليد علي عبد الفتاح أخصائي التغذية العلاجية وتنسيق القبام والعلاج الطبيعي ديبلومة أمريكية في التغذية العلاجية وإذابة الدهون بالليزر وبدون جراحة عضو الجمعية المصرية لأمراض السمنة ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز الوليد للسمنة والنحافة والعلاج الطبيعي مساء الخير لدرجة أهلا بك الله يخليك أشكرا دكتور وليد طبعا من الفقرة اللي فاتت ناس كتير جدا 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 وعادت لنا وعادت تسألنا هل دكتور وليد بيقدر أنه هو يسيطر على شهية المريد ولا لأ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو موضوع السمنة طبعا موضوع كبير جدا وازلنا مكملين فيه هي الفكرة كلها بس يا شرين إن احنا من نبقى عارفين مشكلة مريد السمنة في ايه بعد الأبحاث الكتير اللي احنا عملناها وبعد الحالات الكتير اللي احنا شفناها وما زلنا من نتعامل معاهم هي مشكلة بس مريد السمنة إن هو مستصعب الموضوع شوي يعني بيبعارف وحاسس إن الموضوع صعب عليه قوي إن هو يعمل دايت ويخش بدائرة الحرمان وإن هو في فصل الشتاء كمان حيطة الجوة بتبقى عالية أو الشهية مفتوحة جدا وما فيش رياضة وما فيش حركة وبيش عبش ميا كتير فمعدات الحارة بتقلي جدا ودايما قاعد جنب التلاج 24 ساعة فيقول لك لا أنا لو روحت الدكتور الدايت هي يحرمني من الأكل لو أنا فصراحة في الشتاء محب بيأكل جدا هي الفكرة كلها إن إحنا من سيطر فعلا لموضوع الشهية لأن إحنا المفروض إن إحنا عارفين إن حجم المعد عن وريد السمنة بتبقى عجمها كبير وإحنا نتعرف عشان إن أنا ضد العملات الجراحية خالص فإحنا عشان كده الحمد لله منبدأ ندي بروتوكول أدوية نكحة جدا وكورسات مبنية على الأمان مبنية على الصحة العامة إن أنا متأثرش عليها في حاجة لأن أنا ما عليكش سمنة على حساب حاجة تانية فإحنا ندي كورسات أدوية عبارة عن مادة البسليم وعبارة عن مادة الجرسانيا كامبوجيا بتبقى مسؤولة عن تصغير من حجم المعدة فيبدأ إديني إحساس بالشباح حوالي أكتر من 24 ساعة فده روح من أنواع التكميم بس من غير جراحات دايما يا دكتور كده بيقولوا أو مش دايما بيقولوا ده المتعرف عليه إن أي حد وزن جبير أو الناس اللي هي اللي عندها سنة مفرطة بمعنى أصح دولة بيبقى صعب قوي إن هم يعملوا دايت أو صعب حتى إن هم يمشوا على نظام غذائي صحي معين طبعا أكيد الوقت موضوع الوقت ده بيفرق معهم قوي لأن مش معقول حد يبقى عنده سنة مفرطة وزنه وزنه عالي لهم من المتين والحاجات دي أو حتى من المية وتلاتين أوزن دي تخص في وقت صغير فدايما بيبقى عامل الوقت بيبقى مهم بالنسبة لهم صحيح إن إحنا أصلا نسيطر شوية على طريق أكلهم أو نحجمهم شوية في موضوع الأكل ده بيبقى صعب برضو بتعمل إيه في الأوزان الكبيرة إزاي قدرت إن أنت تخصص ناس بالأوزان دي كلها طبعا عشان إذا أنت بعرفة وشايفة الحالات بتاعتنا إن الحمد لله فعلا الناس عندنا حالات 200 كيلو وأكتر من 200 كيلو وبينزلوا معي الحمد لله بـ 70 والـ 80 وـ 100 كيلو كمان الحمد لله هي الفكرة أقول لي بقى ملي بقى أنا عايزة بقى السر يعني أهو أنا عايزة سر بزرين هي الفكرة كلها مريد تسمنا لما سمعني أين كان في أي برنامج وطبعا مع حضرتك وأنا ما أتكلم وما أقول إن إحنا عندنا مرض كبير اسمه السمنة والمرض ده لازم نسيطر عليه ولازم نقضى عليه ومرض السمنة بيبقى مدى جدا نفسيا من الشكل العام ومن المقاسات اللي بيدوغ برضو حضرتك بتتكلم يا دكتور وليد إحنا بنهارد الثور اللي هي قبله وبعد علشان الناس تبقى عارفة دكتور وليد إزاي قدر إنه هو يوصل الحالات من الوزن طبعا من بيفور لأفتر هذه الفكرة كلها زي ما اتفقنا إن أنا طبعا عايش معهم يعني أنا عارف مشاكلهم إيه عارف إنه هو بيروح محل اللبس عشان يختار مقاسات بيدوغ على مقاساته يعني نفسه يلبس حاجة معي أنا مش لاقي مقاسها بكل سهولة طبعا خير كمان أنت عارفة إن أكتر من 44 مرض بيبقى مصاحب لزيادة الوزن زي الضغط أشهرهم الضغط والسكر وطبعا العمل النفسي بيبقى فيه اكتئب دايما طبعا مشاكل في العزوة ومشاكل في القلب مشاكل في دقي النفس فإحنا دايما عارفين إن مريض السمنة إن إحنا منبدأ إن شاء الله نسيطر عبد الله الشايزة ما اتفقنا من شوية منبدأ نعلي معدل حر 24 ساعة إحنا منركب مكان بالبلد كده مكان شغال 24 ساعة ما ليكسر في الدهون 24 ساعة من غير أي توقف من غير أي رياضة من غير أي مجهود من غير أي تعب ودايما موعد مريض السمنة بتاعي بتركب المكان 24 ساعة شغال تكسير في الدهون يعني المكانة دي هو يعني حضرتك بتركبه عندك في السنتر وهو بيبشي روح بيته بيبقى تبقى فيه أنا أقولك على حقيقة هي الفكرة كلها مبنية على التزام بعلم وليس حرما بجهل أحب أول كلمة دي يعني أنا هلزمك بقوانين معينة قوانين سهلة أو اللي أنت تنفسها ما فيش حاجة أسمعها حرما من الأكل خالص أنا هأكلها كخمس واجبات في اليوم لأن هي الفكرة كلها أن كل ما أنا أكل الأكل الكتير أن أنا مكتب عليه هالفكرة هو يجي يقول لي أنا مش قادر أكل يقول له لا أنت لازم تأكل الأكل أنا كامل عشان حدثك يشتغل في المكان اللي حيب نتكلم قال ليه بيكسر الدهون ده ده برعا كورسات الأدوية نكحة جدا واتبرندات طبعا يعني عالية جدا كفاءاتها عالية تبدأه بسرقة آمنة طبعا تبدأ تكسر في الدولة 24 ساعة مع تصغير حجم المعدة بدون جراحات بس أنا أطلب منه شوية حاجات كده زي شرب 3-3 مياه كل يوم عدم الصهر يعني آخرنا الساعة واحدة بيت كتير قوي بالليل لازم طبعا حتة المياه دي عنصر مهم جدا ما يفعش أننا ننساها صح لازم كمان أضبط معيد الأكل بتاعتي يعني أفطر قبل 10 الصبح تغدأ قبل 5 المغرب أتعشى قبل 11 بالليل لازم بعد 20 من كل وجبة يكون فيه جزر فيه خيار فيه برطقان فيه طفاح بحيث أننا أدي نسبة الحديد لجسمي محتاجها وفي نفس الوقت فيتامين A مهم جدا للحفاظ على البشرة والشعر لأننا مش عايز في رحلة العلاج بتاعتي مريض يستمنا يقول لي أنا حصد لي مشاكل في البشرة والشعر لأنه ما ينفعش أننا أعليك حاجة زي ما قلت حاليا حسب حاجة تانية صح في نفس الوقت أنا موعده بأربع حاجات ومنفذ الوعد بتاعي على فكرة وأكيد طبعا حيك شايفة النتائج هي الأكبر دليل يعني أربع حاجات أربع حاجات موعده بيها واحد أن أنا خسسه زي ما قلت فوقت قليل رقم اتنين من غير مضاعفات رقم تلاتة من غير حرمام الأكل رقم اربعة دي أهم حاجة تثبيت الوزن لأن أنا ما يفعش بعد منزل 20 كيلو أو 30 أو 50 أو 100 كيلو أرجع زي تاني لأنني خلي بالك أن البداية صح هتبقى أنها صح أنا دايما ملعب على حتة نحت القوام لأن أنا محب قوي حتة تخسيس الجمالي أنا مش هنزلك مية أو عضلات على الميزان وتفرح بالرقم اللي بينزل وترجع يحصل لك مشاكل صحية ويحصل انتكاسة وترجع تزيد في وزنك أكتر ما كنت ويحصل مشاكل إحنا في غنى عنها لأنني هنزلك دهون فقط هنزلك دهون أحدية اللي هي الدهون الوزن وفي نفس الوقت هنزلك الدهون السلسية اللي هي الدهون اللي تبقى متمركزة في مناطق معينة زي منطقة البطن ومنطقة الأرضية في منطقة الزراعين دي أجهزة يا دكتور دي أجهزة النحت بدون جراحة دي حاجات بقى عندك أنت رسامت قوان بقى صح عندك أنت بقى بس لا أكلمني بقى الأجهزة اللي عندك أنت بس يا دكتور لو معينها صور للأجهزة دي كمان هنعرضها دلوقتي حيث بتكلم طيب هي طبعا الفكرة كلها أننا زي ما اتفقنا دكتور دايت الشاطر اللي هو عنده الإمكانيات اللي تقدر تساعده إمكانيات طبعا اللي هي أجهزة النحت اللي هنشايفينها طبعا بدون جراحات طبعا ده جهاز اللي هو ده جهاز رباع الأبعاد على فكرة بيبدأ يعرفني كل حاجة عن مقونات الجسم من ناحية الدهون الأحدية اللي هي الدهون متوزع بالتساوي في جسم كله أعرف نسبة الدهون السلسية اللي هي الدهون متكيسة في مناطق معينة زي ما طيب البطن أرضها الزراعين ما أقدر أعرف كمان نسبة الأملاح المعدنية اللي هي مسؤولة عن زيادة معدل حرق الوجبات في معدل حرق الوجبات في معدل حرق الداخل بتاع الدهون ما أقدر أعرف كل نسبة لوحدها ما أعرف نسبة فيتامين دال ما أعرف كمان نسبة معدل الميا معدل العضلات والعضم من خلال وعشرين الجهاز ده ما أبدأ أحطي البرنامج العلاجي لأن أنا عندي أكتر من خمسة وعشرين طريقة علاجية للتخلط من مرض السنة كل مريد وكل حالة وكل فئة عمرية لها البرنامج بتاعها الحمد لله عندنا أكتر من 12 جهاز في كل فرع أنا ما أتكلم معك في أجهزة غير البروتوكولات العلاجية لأن ما فيش حاجة اسمها أن مريد أو أكتر من حالة يتعالجوا بنفس الطريقة فينش الكلام ده إحنا كل حالة بيبقى ليها الفايل بتاعها مخصوص عندنا بيبقى ليها الطريقة العلاجية المناسبة ليها لأن إحنا زي ما اتفقنا إن إحنا منحدد الطريق اللي أنا أمشيك عليه بناء على الكشف الأول بعد ما حطيت البرنامج وعرفت إن إحنا عندنا مشكلة في البطن مشكلة في الأرضاف مشكلة في الزراعين كاسمنا موضعية لها الدون السلسية بنبدأ نتوجه عليها بجهزة الناحط بدون جراحات زي جهزة الفور دي لها الجهاز ربعي الأبعاد للنحط بدون جراحة الجهاز ده هو الـ 9D 20 من أحدث الأجهزة الموجودة في الشرق الأوسط الأجهزة المحترمة قوي للنحط السريع بدون جراحة مصيبا لا ده من حاجة كتير بصراحة يعني أولا ده 9D تساعي الأبعاد رقم 2 HD رقم 3 مفيش خلية دهنية واحدة هتخرج من الجهاز ده إلا وتتنحت بدون جراحات يعني بيتم تكسرها وتصريفها برا الجسم عن طريق النفس البول البراز بيبدأ جسم يتخلص منها نهائيا بيبدأ يشد التراهولات طبعا لأننا عارف أن بعد النحط بفيه تراهولات احنا عندنا الجهاز بتاعنا عالج الموضوع ده بصي احنا أي مشكلة بتعاني منها مرجع سمنا بتاع سمنا الموضوعية بتاع جهزة النحط بدون جراحة اللي هو السم الموضوعية اللي يتخلص من بطن أو أرداف أو زراعين خلي بالك أننا بيبدأ أشد التراهولات عن طريق جهاز اسمه ريدي ستيم جهاز ده إيطالي من ضمن جالسة مستوى ستة وتلاتين من هو تلك أنا عندي أكثر من 12 جهاز ومنحب ندلع على جهازات بتاعتنا لها مسميات كده مستوى الستاشر اللي هو رباعي الأبعاد فيه مستوى ستة وتلاتين اللي هو الجهاز النادو تكنولوجي ده اللي هو التسعي الأبعاد ونبدأ كمان نعالج به مرضى الضغط على فكرة مرضى السكر من نوع التاني مرضى الكبد ليه بقشرين لأن احنا عارفين أن الدون السلسية اللي هي في منطقة البطن أخطر منطقة بتبدأ تغير من وظائف الكبد تبدأ تغير من وظيفة البنكرياس البنكرياس مش قادر يفرز الأنسولين بتاعه أو بيحصل مقاومة للأنسولين أو بيحصل نوع التاني من مرضى السكر فإحنا نقدر نتخلص من الدون الموضعية فيبدأ السكر يتزبط والضغط يتزبط وتكايسات المبايد منعالجها طبعا تأخر الإنجاب بيتعالج معنا كلام ده كله يا شرين مابضي حك كتير بص يا شرين طالما طالما أن السمنة معها 44 مرض يبقى أنت لو عالجت السمنة صح تعالجها صح مش عالجه خلاص يبقى أنت هتقضي على 44 مرض بس هي الفكرة أن أنت تبدأ صح تشتغل صح تلتزم تعليماتي إن شاء الله جيب نتيجة كويسة جدا بلا رجعة إن شاء الله بلا رجعة مفيش رجوع إن شاء الله البداية صح يا شرين نهايته صح ما عندك أجهزة بتثبت بتساعدنا على الكلام ده يا شرين طبعا جهزة النحط دي بتخلصني مسلمنا الموضعية بدل رجعة زي ما اتفقنا تثبيت الوزن ده مش بالأجهزة هو تثبيت الوزن ده ببروتوكولات أنا عندي أكتر من ثلاث أنواع لتثبيت الوزن بناء على الحالة برضو الحالة الصحية بتفرق جدا الفئة العمرية بتفرق جدا معدل دهون إن أنا نزلته في الكورس بتاعي كم في المية مبدأ ساعتها معدل حرق يوصل كم في المية ساعتها قدر حدد أني نعمة ثلاثة إن أنا قدر أشتغل به تثبيت وزن لكن هو بأوريدي أنا شغل به الحمد لله طيب الأجهزة دي تقدر إن هي تعليل نثبت الحرق شوية في الجس طيب سؤال حلو جدا هي معدل حرق يبقى ضعيف لأسباب كتير جدا من ضمن الأسباب دي إن في مادة سمال لكتك أسد دي مادة حمضية تبقى موجودة في العضلات مشكلتها كلها إن هي تمنع تدفق الدم في العضلات حلو أننا الدم مش قادر يوصل للعضلات كويس جدا دا الواحدة أصلا بيخلي معدلات الحرق تنخفض لأنه يخلي مالك إن البنية العضلية مسؤولة عن زيادة معدلات الحرق حوالي 70% كون إن أنا العضلات بتاعتي مش وصل لها الدم كويس جدا من نسبة ما في المية دا قريدي بيفقد حوالي أكتر من 70% من معدلات الحرق فلما أقدر أنا أتخلص من أجهزة بتاعتي طبعا وأبدأ أتخلص من المادة دي اللي هي مادة السامة اللي هي الاكتك أسد الموجودة في العضلات أنت ساعتها خلاص بيتم صرفها برا الجسم عن طريق أجهزة النحت بدون جراحة فالعضلات ما عادش فيها حمل زيادة عليها فالعضلات بيبدأ الدم يوصل لها كويس جدا فيبدأ معدلات الحرق تعالى جدا فأنا فعلا معلّ معدل حرق بطريقة غير مباشرة عن طريق أجهزة النحت هي لها فواية كتير قوي لأن الدهون لو زادت عن الحد الطبيعي بتاعها لا الهرمان بتتغير على فكرة الاكتك أسد بيزيد جدا بتلاقي كمان معدل ضخ الدم في العضلات بيقل أنت نفسك بتحس بمشاكل صحية ونفسية فإحنا بنقضي على الكلام ده كله عن طريق البروتوكولات النجحة اللي احنا شغالين بيها طيب لو دلوقتي يا دكتور طلبت منك أن انت تتوجه بقى نصيحة للناس اللي بتفرجوا علينا النهاردة بالنسبة للمرض السمنة مرض خطير مرض خطير احنا لازم نخلي بنا منه ونصيحة بجد ما شوفها وبيجلنا زي الدهية ده العظيم مشكلة ومشكلة عشرين كل يوم في مصر في تسايد بسبب حاجة واحدة ونفسي بقى احنا نبطلها ان احنا نبطل السمع 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 أصلا سمعت ان مشروب سين بيخسس أصلا سمعت ان مش عارف الدواء موجود فين بيخسس أصلا سمعت لو شلت النشويات طول الشهر هتخسسني يا جماعة مش عايزين سمع وخلاص احنا عايزين الالتزام بعلم الالتزام بعلم احنا لازم نسأل أهل الزكر اللي هما مسؤولين عن تخلص من السمنة زي زي ديكاتر بتوعي عندهم ضمير عندهم علم يقدر يوجهك صح مش أي حاجة سمحة تعملها لا ده ممكن يجيب مشاكل صحية احنا في غنى عنها وفي الآخر 20 مش هنخص كيفي أنا إشعايت بقى لا إشعايت وانا ده كثير متوائزين وأماكن متخصصة وأجهزة على أعلى مستوى ده الفكر خلاص احنا نقول تاني احنا لو خلصنا من مرض السمنة صح عمره ما يرجع تاني إن شاء الله شكرا جدا يا دكتور وليد شكرا جدا على وجودك معي النهار كان معنا دكتور وليد علي عبد الفتاح أخصائي تغزية العلاجية وتنسيق القبام والعلاج الطبي ديبلومة أمريكية في تغزية العلاجية وإدابة الدهوم بالليزر وبدون جراحة عضو جمال مصرية لأمراض السمنة ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز الوليد للسمنة والنحافة والعلاج الطبيعي شكرا لكم شاهدين على حصن المتابعة بحفظ الليل